انتقدت الصين تحالفات الولايات المتحدة مع دول المنطقة وقالت وزارة الخارجية الصينية أن تعهد واشنطن بتعميق العلاقات الدفاعية مع أستراليا أمر غير مرحب به 有关国家之间的合作应当有利于维护地区和平稳定 美国和一些盟友拉邦结派搞军事联盟 挑动分裂对抗 破壞地区和平稳定 不受欢迎也没有市场 ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن بعد محادثات سنوية بين الحليفين أن الولايات المتحدة ستزيد من الوجود الدوري لقواتها في أستراليا وأوضح أستن أن تعزيز الوجود الأمريكي سيشمل الطائرات القاذفة والطائرات المقاتلة وترى واشنطن أن كامبيرا شريك حيوي في جهودها لرد على الصين في المحيطين الهندي والهادئ كذلك أعلن أستن أن البلدين اتفقوا أيضا على دعوة اليابان للاندماج في مبادرة القوات في أستراليا قال وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن إن أمريكا وأستراليا تفقتا على التناوب بشأن الدوريات وتعزيز قدرات القوات البحرية البرية والجوية Today we agreed to deepen our defense cooperation in several important ways including enhancing our force posture cooperation and based upon today's talks we will increase rotational presence of U.S. forces in Australia that includes rotations of bomber task forces, fighters and future rotations of U.S. Navy and U.S. Army capabilities We will also expand our logistics and sustainment cooperation and that will deepen our interoperability and create more agile and resilient capabilities We will also continue to find ways to further integrate our defense industrial basis in the years ahead من جانبه قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن أستراليا تسعى حاليا للحصول على غواصة تعمل بطاقة نووية ضمن اتفاق أوكوس المواقع مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا The most important capability that Australia is seeking to pursue right now is of course a nuclear powered submarine capability And we are very mindful of the significance of the United States working with the United Kingdom through the AUKUS framework in providing Australia with that capability That is a huge step that America is taking It will transform Australia's strategic posture It will increase our capability dramatically And we are deeply grateful for the work that we've been able to do with the United States in developing that And tomorrow with Ben Wallace, our counterpart from the United Kingdom Secretary Austin and I will be meeting with him in the first AUKUS Defence Minister's meeting وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطاني بلينكين التزام الولايات المتحدة ضمن اتفاق أوكوس بحصول استراليا على الغواصات النووية مؤكدا على الالتزام بمعايير عدم انتشار الأسلحة النووية التحرك الأمريكي لتعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بدأ بفوز الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنصبه متخذا خطوات فاعلة لتأكيد عمق العلاقات والتأثير الأمريكي في تلك المنطقة منذ تولى منصبه عهد الرئيس الأمريكي العودة إلى علاقات واتفاقات تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترامب منها العلاقات مع دول منطقة الإندو فاسافك التي تضحت في خطوات منها تعميق الحوار خطوات أنها انطلقت في مارس عام 2021 باجتماع افتراضي مع قادة كواد أستراليا والهند واليابان وهي قمة أنها كان هدفها الأول إبراز قوة مواحدة لمواجهة الصين في سبتمبر أعلنت إدارة كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الاتفاق على تعميق التعاون الدبلوماسي والأمني والدفاعي في منطقة المحيطين الهندي والهدئ وهو ما نتج عنه ما يعرف باتفاق أوكوس ستساعد من خلاله الولايات المتحدة كل من بريطانيا وأستراليا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية وفي الخامس والعشرين من سبتمبر 2021 احتضن البيت الأبيض قمة مجموعة قواد أو الحوار الأمني الرباعي بحضور رئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء أستراليا سكوت موريسون والهند ناريند رامودي واليابان يوشيهيدي سوغا مؤكدين مرة أخرى أن التحالف يأتي لمواجهة تحديات الوقت الراهن الاقتصادية والجيوسياسية وفي ديسمبر الجاري استقبلت واشنطن وزير الدفاع الأسترالي ضمن محادثات ثنائية نتج عنها اتفاق على تعزيز الوجود الأمريكي سيشمل الطائرات القذفة والطائرات المقاتلة ذلك بالإضافة إلى دعوة اليابان للانضمام إلى اتفاقات القوة في أستراليا